وتسعى مصر والعراق لتطوير مجالات التعاون والمشاركة بينهما على مختلف الأصعضة ويحتل المجال الاقتصادية همية كبيرة في هذا الإطار من خلال تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين امتدادا للعلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين مصر والعراق يحاول البلدان تعزيز تلك العلاقات من خلال مستويات مختلفة أهمها الشق الاقتصادي بما يحقق المصالح المرجوة للدولتين والشعبين الشقيقين وتشهد العلاقات بين الجانبين تناميا في حجم التبادل التجاري حيث وصلت إلى 500 مليون دولار خلال عام 2023 ويميل الميزان التجاري بين مصر والعراق إلى القاهرة وسط تعزيز للتبادل التجاري بينهما من خلال عدة آليات تشمل مجلس الأعمال المصرية العراقية وتعزيز دوره الفاعل في هذا الصدد وبدعم كبير من القيادتين السياسيتين تتفق مصر والعراق على إدامة التواصل المؤسسي لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخما أكبر خصوصا في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحا خدمة للمصالح المشتركة أهمية كبيرة لعلاقات القاهرة وبغداد خاصة فيما يتعلق بإعادة الأعمار وتطوير البنية التحتية في العراق من خلال الشركات المصرية التي تمتلك من الخبرات ما يؤهلها للمشاركة في المشروعات التنموية بالعراق إلى جانب ما يشمله التحالف الاقتصادي بين البلدين أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن من تصدير مصر للكهرباء إلى العراق والأردن فيما تتزايد مؤشرات أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية